صبايا ايش اذا اوقاتكو انا عندي كفتا عملت بها الطريقة حطيتها في الصينية بدي اشويها في الفرن اول اشي وبعدين احط عليها البندورة المستوية بعد ما تنشويها يشوي كامل صبايا هون عندي انا زهرة قاليتها وحطيتها في الفريزر بدي اقطعها بهالشكل هذا شايفين صبايا هي قطعت الزهرة انا اللي مجمدة بهالشكل هذا شوفوا يا فرديكم كيف قطعها صارت وسهلة لانها انا حطيتها وصفيتها من الزيت اصلا بدون زيت فهيك انا قطعتها هسا اسهل للكفتا لما نوكلها ما بدي ايها قطع كبيرة صبايا عندي ليمون انا هاي شايفينه جاهز في عصير طبيعي طبعا فبدي احطهم حوالي نص اه كاسة كبيرة وعندي حوالي كاس ونص طحينية بدي اديرهم كل ياتوا ديريه شايفينه لان طبختي كبيرة بدنا نحرك بدنا نحرك حتى يتمسك كل ياتوا مع بعضهم ضلا نحرك حتى يتمسك هون صبايا بدي ادير في المرحلة هاي هذا ليمون والطحيني بدي ادير هون شوية في ميين وحتى كاستين كبار هاي شايفينه اول احرك احرك لما يتجانس مع بعضهم شايفينه اه كان ثقيل على ايدي الوسك فما كان يمشي معي مع الطحينية فاستعملت انا زادت عليها ميا ما بدي اياها تطلع ثقيل كثير فهلا بدي احطها على الغاز تغلي واسقط الكفتة فيها طبايا انا شويت الكفتة الكريات ونازل منها دهن كثير انا ما بدي دهن هذا الان بطلع في الملقط كليات الكفتة بسقطها في الطحينية والدهن بدي اكبوها على الزايد كون بنزل الكريات كرات اللحمة اسهل يا كلياتهم لا تنسوا انا ما حطيت الزهرة بس تغلي مضبوط بحط الزهرة برجع بس احطها كلها برجع اطور الكوه طبايا الطحينية بلشت تغلي خففتها في المي انا فبدا ننزل عليها الزهرة لمجمدين شوية 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 وبنحرك الخريط ننزل عليها الزهرة تقريباً 20 دقيقة طبايا هون عندي ملح وفلفل بدا احط عليها واخلط الخليط بلشت تغلي عشية الدائرة طبعاً احطيتهم بدي يتذبلوا تذبيل بدون حرك بدي ادير عليهم الكوهبرة الخضرة مفرزة عندي تفريز تافين وبحركهم مع بعض مشان اديرهم على الزهرة والطحينية هون صبايا بدي ادير الطشة في النص احطها اللي هي الكوهبرة والثوم بحركهم مع شايفين تطيها نكهة وزاكية الصبايا هون خلصت طبختنا بتمنى لكل اعمل اسو الطريقة يعني سهلة وزاكية 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 وزاكية